وفي ذات التوجه كده الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الحوارات ما بين بغداد واربيل وصلت لمراحل متقدمة جدا موضحا أن حل المشاكل أصبح سهلا جدا بعدما كان صعبا وقال النائب عن الحزب شريف سليمان أن قضية توطين رواتب موظفي قليم كردستان مستمرة والتنسيق والتفاهم الأخير ما بين الطرفين جيد وأحسم الكثير من الخلافات والملفات العالقة وتحدث سليمان عن بوادر خير من الحوارات الأخيرة ما بين بغداد واربيل وأن هناك تجاوز لمرحلة الخلافات الصعبة والعميقة باتجاه مرحلة الخلافات القابلة للحل من خلال الالتزام بالدستور حسب الاتفاقات السياسية وأحضت الزيارة التي أجرها رئيس كردستاني جيرفان بارزاني إلى بغداد في شهر نيسان الماضي بإشادات حكومية ونيابية واجتماعية خاصة بعد إعلانه التواصل لاتفاق مبدئي لحل ملفات عالقة بين بغداد واربيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر